السلام عليكم إلى أخبار يا جماعة حرفيا التحديث ده يعتبر كنزل كل أصحاب قنوات اليوتيوب لأنك هتقدر توصل فيديوهاتك لكل أنحاء العالم بضغط الزر واحدة هتقدر تشغل الترجمة التلقائية بكل لغات العالم ولكن في تركيا لازم تعملها لو ما عملتهاش يبقى كده التحديث ده مالوش أي لازمة وأن انت تشغل الترجمة التلقائية برضو مالهاش أي لازمة لأن الجزئية دي تحديدا هي اللي هتخلي الفيديوهات بتاعتك تظهر في نتائج البحث لما الشخص يكتب بلغته موضوع الفيديو بتاعك تعالوا مع بعض نشوف الموضوع بشكل عملي وبنصحك وبشدة أن انت تعمله على كل فيديوهاتك مش هيخد منك وقت مثلا ده فيديوه هو من فيديوهات القناة أنا بمجرد ما شغل الفيديو هتظهر الترجمة التلقائية باللغة العربية طبعا بعد ما شغلنا الميزة دي الميزة دي جميلة برضو لتحسين تجربة المشاهد أنا كمشاهد حابب أشوف الكلام اللي الشخص بيقوله مكتوب قدامي باللغة بتاعتي يبقى كده اللغة العربية شغالة طيب أنا كمشاهد أجنابي ممكن أضغط هنا كده وأضغط على الترجمة والشرح وأختار الترجمة التلقائية وأختار أي لغة مثلا الأسبانية فكده الفيديو هيترجم باللغة الأسبانية اخترت اللغة الإنجليزية أو الإيطالية هيترجم باللغة الإيطالية وهكذا التركابة أن أنت تترجم برضو العنوان والوصف باللغات المستهدفة علشان الشخص لما ييجي يبحث عن الفيديو بلغته يعني أنا كده كتبته عنوان الفيديو باللغة الإنجليزية يظهر الفيديو بتاعي من ضمن نتائج البحث لو دخلت على الفيديو أو هو بقى لو بيستخدم المتصفح باللغة الإنجليزية هيظهر له عنوان برضو ووصف الفيديو باللغة الإنجليزية خلينا برضو نوضحها لحضراتكم أدي كده اللغة الإنجليزية كده لو في مشاهد بيستخدم المتصفح باللغة الانجليزية وبيبحث عن الفيديو باللغة الانجليزية هيظهر له برضو العنوان والوصف بتوقع الفيديو باللغة الانجليزية زائد طبعا الترجمة الحرفية بتاعت الفيديو باللغة الانجليزية طيب تعاني شوف نعمل الموضوع ده ازاي هروح على ستوديو يوتيوب العرض باصدار الموقع الالكتروني سواء بقى انت بتستخدم الكمبيوتر او الموبايل هتقدر توصل للصفحة دي لو بتستخدم الموبايل وما دخلتش قبل كده على ستوديو يوتيوب اصدار الموقع الالكتروني هسيب لك فيديو في التعليل المثبت يشرح لك ازاي تدخل عليه بعد كده هنختار المحتوى كده احنا بنشرح على فيديو موجود ومنشور اصلا على القناة خلينا مثلا نجيب الفيديو ده كده اول حاجة لازم تعملها على الشمال كده هتلاقي كلمة الترجمة لازم تضغط عليها الاول علشان يتم تفعيل الترجمة باللغة العربية كده هي اتفعلت بمجرد بس ما تدخل عليها هي بتتفعل بشكل تلقائي انت بقى علشان تطلع الترجمة بتاعتك بدقة اكتر ابدأ راجع هنا مراجعة سريعة ممكن تلاقي حرف غلط كلمة غلط الموضوع يعني بيبقى بنسبة 90% صح ولكن العشرة في المئة دي راجحها بعد كده بنعمل تم يبقى انا كده شغلت الترجمة التلقائية باللغة العربية الجزء التاني بقى ان انا هروح على الشريط الجانبي ده وهروح على الترجمة تحت التعليقات الترجمة طبعا كل ده في تفاصيل الفيديو بعد كده بنضغط على اضافة لغة ونختار مثلا اللغة الانجليزية دي الاساس معنا تحت بقى كلمة العنوان والوصف هنلاقي كلمة اضافة تأكد بس ان انت على اللغة الانجليزية هنضغط على اضافة هناخد بقى ببساطة هناخد العنوان ده هنترجمه في ترجمة جوجل وناخده هنا copy ونروح كده على العنوان ونحط وبالنسبة للوصف نفس الموضوع هناخد كده الوصف بتاع الفيديو هنترجمه نروح نفتح صفحة تانية للترجمة طبعا التليفون برضو عليه برنامج الترجمة نزلونا على جوجل بلاي واشتغل به برضو وهنروح هنا على الوصف كده اي حد بيبحث باللغة الانجليزية وبيستخدم الكلمات اللي انت بتستخدمها دي هيظهر الفيديو بتاعك في نتائج البحث فيبقى كده انت استفدت بالترجمة التلقائية لكن انت مش بترجم العنوان والوصف محدش هيبحث باللغة العربية ويظهر له الفيديو وبعد كده يروح يشغل الترجمة هو اصلا لما بيبحث بيبحث بلغته انجليزية فرنسية ايا كان طيب الخطوة اللي بعد كده بروح على كلمة اضافة هي اللي تحت الترجمة وبضغط على الترجمة التلقائية بس هو بقى بياخد الملف اللي بالعربي بيترجمه باللغة الانجليزية في الاماكن اللي انت بتتكلم فيها بالزبط وبعد كده بتضغط على نشر يبقى انت كده ترجمت الفيديو صح كعنوان وكواصف وترجمة لكلامك نفسه اسناء الفيديو طيب هل نكتفي بكده لا طبعا ممكن اضيف اكتر من اللغة علشان زي ما اتفقنا اللي بيبحث باللغة بتاعته يظهر الفيديو بتاعي تمام وكده كده الترجمة التلقائية شغالة فانا هضغط على اضافة لغة وهضيف مثلا الازبانية ممكن بقى تضيف الفرنسية الايطالية الالمانية الصينية زي ما انت عايز الازبانية هناخده كبي وهروح هنا على العنوان والوصف تحت كده مكتوب اضافة هنضغط عليها نحط العنوان والوصف طيب لو لقيت كلام زيادة ممكن يعني تحزف الحاجات اللي مش مهمة يعني ممكن احنا نحزف كده والوصف نفس القصة وبعد كده بضغط على نشر يبقى انا كده ترجمت العنوان والوصف للغة الازبانية ما تنساش ان انت لازم تروح على الترجمة نفسها وتضغط على اضافة وتشغل الترجمة التلقائية دي مهمة ايه هتضغط على الترجمة التلقائية وبعد كده بتضغط على نشر طبعا انت هتضيف بقى اكتر من لغة ولكن علشان وقت الفيديو يعني احنا هنكتفي باللغة الانجليزية والازبانية لكن انا نصحك ان انت تضيف على الاقل عشر لغات لكل فيديو يبقى انت كده ترجمة الفيديو ترجمة تلقائية كترجمة للنص وكعنوان ووصف لو ضغطنا كده على الفيديو هتلاقي الفيديو هو الترجم زي ما انت شايف اي كلام بتقوله مكتوب على الفيديو وبرضو هنا لو مثلا عملت الانجليزية هتلاقي الكلام باللغة الانجليزية لو رحنا اخدنا العنوان بتاع الفيديو اللي هو باللغة الانجليزية اللي الناس طبعا هتستخدمه وروحنا بحسنا كده في اليوتيوب على الموضوع اللي احنا يعني بنتكلم فيه بتكسفناش اهو الفيديو ظهر كيف تجعل فيديو هتك مقترح تمام؟ هو المفروض علشان انا بستخدم المتصفح باللغة العربية ظهر لي باللغة العربية لكن المشاهد الاجنبي لما يكون بيستخدم المتصفح باللغة الانجليزية وبيبحث باللغة الانجليزية الفيديو هيزهر له كعنوان وصف برضو باللغة الانجليزية وبس كده بتمنى بقى ان تتشاركني في التعليقات وتقول لي هل فعلا انت شايف ان التحديث ده مهم ومفيد لاصحاب قنوات اليوتيوب ولا لا ولو انت موجود معايا لحد دلوقتي ومالابطال لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته